السلام عليكم ورحمة الله وصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم ان شاء الله خطي اخوتي اتغاسم معكم هاد الحريشة هادو دي المخابيز الكبرى كما كتشوفو كيجوا مشققين منظر ديالهم كيحمق والأهم انهم كيجوا بلين بزاف وشاش كيدوبو في الفم مقادير مضبوطة وناجحين من أول شريبة في العجبكم فيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش انكم سبارتاجوا مع الأهل والأحباب ما تنسونيش من اللي يجي من التشجيع وما نطورش عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله عندي هنا في هاد السلافة غادي نحتاج ملعقة كبيرة دي الخميرة المعجونة غادي ندفع له حد الكاز دي للبن أو ممكن تعوده كاز دي للحليب مشي ضروري للبن صافيكا نخلط دي الخميرة مع البن وغادي نخليه إزلاف على الجن عندي هنا في هاد البون هادا غادي نحتاج واحد الرشا دي الملحة بيضة تكون بدرج حرارة المطبخ غادي نضيف واحد قصة شي من سكر الفاني كاس العرب دي السكر ساني دا والعبار دائما بالكاز دي للعنب غادي نخلط المكوناس غادي بالخلط ليه داوي احتكي بيض ليا الخلط وغادي نضيف هنايا للبن والخميرة سوفيكا نضيف مكوناس مع بعدياتهم نزيان احتكي الدبني ناديك الخميرة تماما وهنا غادي نضيف واحد نصف كاس دي اللي عندها مخلط ما بين زيت وزبدة انا استعملت الزبدة دي البواطة ملعقة كبيرة دوبتها وضفت عليها الزيت نباتية حتى قانين نصف كاس هنا غادي نضيف هنا واحد جوج ساشيات دي الكاكاو هاد النوعية هادي المهم استخدموا نوعية تكون جهيدة ويخدي ساشيات منسانة بهذا دي الباكية ترو نغرب له اجربوا هاد الحريشات را كي يجيوا واعن بزاف كيدو بوف الفوم والله العادي وهنا غادي نضيف في السميدة هادي السميدة دي الحلوة نوعية جيدة ديك السفرة ضفت الكاس اللي أول هنا نخلط وهنا غادي نضيف تاني الكاس التاني غادي نضيف جوج ساشيات دي الخميرة دي الحلوة من فئة 8 قرام لمجموعة 16 قرام بالنسبة للسميدة نضيفه بالكاس بالكاس هاكا باش ما تقصحش لينا ما يقصحش لينا الخالق مهم ضفت الكاس اللي أول كنخلطه عاد ثاني كنضيف الكاس الثاني هنا القوام الاباقي خفيف هنا غادي نزيد الكاس الثالث كثر من نص كاس قريبين كاس الغرب مهم كثر من نص كاس مهم خاصكم تحصلوا على الخليط يكون شوية خفيف القوام هو هادا خاصكم تحصلوا على هاد القوام مجليكم خاصو يكون شوية خفيف باش يجيونا مشاقين إلا دخلتوا لي السابتي السميدة ما غايجي وقوم مش مشاقين غايجي وقوم دقصين سوف يوك نغطي على البول هاكا وكنخليه واحد خليتوان اسقليبين واحد عشرة دقائق مهم عشرة دقائق ربع ساعة هاكا حتى ديك السميدة كتشربو كتولي بهات شكل هادا باش نتحكمو فيه باش نتحكمو فيه ما اللي بغون تشكلوها هنا غادي نعبر هنا الحريشات كاملين درت فيهم 80 غرام مهم ديرو فيهم 60 غرام ولا 70 حتى الثمانين كيجو مزيانين أمارا كندير فيهم 70 وارا كندير فيهم 80 شي مارا كندير فيهم 60 هنا ردرت فيهم 80 غرام وعطوني عشرة ديال الحباس كبار ماشي صغر صفي هنا مني كملتهم عندي لكزلافة فيها الماء وعندي هنا يا خالية ما بين الكوك يكون نوعياجي يددك المية الدم و السميدة إلا ما توفرش ماشي مشكي ديرو غير سميدة عادي جدا أنا غير هاد الخلطة را كانت عدي شرطت ليه من آخر حريشات حتيتهم يعي شاركتهم معاكم في القانات سوف يوقعت لي هاد الخلطة هادي وهي قلت باش ننخدم اليومه مهم كندير ايدي في الماء وكن هز هكايا حريشة كنشكلها في ديكورة سوف يوكن ننفنها مهم اللي كنحطوها في السميدة والكوك دارور يتمسح يديكم تخليو شيدتكم فازقة هاكا باش نديرو خدمان قياه مع الحريشات فيهم الكاكا ومن الأحسن نديرو خدمان قياه سوف نديري تديف شوية ديال الماء أنا عاودت معاكم واحدة باش يكون الشرح واضح بالنسبة لبنة المبتدئات نديري تديف الماء وكننكور بهات شكل هادة فحالة بغن ندير شي لقومة ديال كسكسو سوف نحط الكورة وغادي نشي نمسح ايدي مسحتها عاد باش غادي نفند حال هاكا باش هاديك السميدة والكوك ما يرسقوش ليه في يدي سوف نشكل بهات شكل هادة وفي نفس الوقت الفران راني دا يرامل يالا كم دا نشكل فيهم فران كن نديرو كي يصخون كس الفران يكون سخون مزيان سوف نشكلهم بهات شكل هادة غادي نديرهم في اللاطة اللي فرشت ليها الورقة ديال السبدة بالنسبة لحريشات مالي كنشكلهم كنحطهم مباشرة في اللاطة ما كنعود نقرسهم ولا مواي ما نردرجوش ديال اللاطة لان القوام ديال الخريط شوي يخفيف ما نحتاجوش نهائي اننا نعودو نقرسو هاد الحريشات نبسطو من لا سوف ندخل اللاطة الفران العافية كتكون على الوجه ديال الحريشات النار كتكون مهيلة مقتولة حتى كي بنوليها تشقو وشدو فروسهم عاد باش كنطلعهم من فوق فره فروس تاني العافية كتولي تحت الحريشات حتى كيتحمرو كنخرجوهم بلي كنخرجوهم ما كنقيسوهم مش تكزعو لانا مكيكونوا هشاش بزاف كنخليهم حتى كيبردو عاد باش كن يعني اننا نقدموهم وهذا هو وشك النهائي ديال هاد الحريشات كنت سمننا على فيديونا الإعجابكم ونقول لكم على فيديو جديد بإذن الله مع السلامة